أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا سحى لوجود أخطاء في طباعة فئة العشرين جنيها من العملات البلاستيكية وأضح المركز الإعلامي أن العلامات المستخدمة في العملة الجديدة هي علامات تعرفية بارزة يتم وضعها لتمييز قيمة الفئة لضعاف البصر وغير المفسرين عن طريق اللمس حتى يتمكنوا من تمييزها سواء كانوا على دراية بلغة برايل أم لا وذلك وفقا لأحدث المعايير التي يتم تطبيقها في طباعة البنك نوت في جميع دول العالم